تحياتي لكل اخواتي الاهلوية في كل مكان. يا رب تخنوا بصحة وبسعادة وفي امان. خالد فطوطة طالع يعيط وبيشكي صفحات اه الاهلوية على الفيسبوك. وبيشكي يعني التحفيل عليه بخصوص الشلطة وهو اعلى على اربع اخمس شلط. وان اللعيبة اللي كانت موجودة جنبه او المحللين عاديين على نفس الشلط بس هم مستخبين. وقعد يعيط ويهري ويهبد. وابتدى بقى ايه? يحول الدفع على محمد شريف. وعايز حاكم محمد شريف. وعايز حاكم علي معلول. عشان شريف راح عمل حركة زي كده لجماهير نادي الزمالة. وعلي معلول راح نعمل نفس الحركة لجماهير نادي الزمالة. طيب. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف خالد فطوطة قال ايه? وهنعقب على الكلام اللي قاله. بس ما تنساش عزيزي الاهلوية وتدعمنا بلايك وشير للفيديو. ولو اول مرة تشوفني تشترك في القناة وفعل زر الجرس. وتختار كل الاشهارات عشان مصر لك كل جديد بنزل على خناة تقارب تنينيه ناوي على منيتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف خالد فطوطة قال ايه? ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا. يلا بيه. اقيد برضو بعض كالعادة شوية المتنمرين يعني الكارهين لخالد الغندور بدايق وانا عارف رغم ان انا عمري ما بغلط في حد ولا بشتم حد. فجايبين كرسي وانا اقعد على شيلت. وكأنها يعني حاجة عيب يعني. طب اقسم بالله العظيم يشام اقعد على شيلت. وصيف زر اقعد على شيلت. وكل الناس بتقعد على شيلت. الناس اللي تفهم يعنيه اعلام لان الكرسي بيكون اقصر من الترابيزة. فبالتالي ان كراسي ما فيش كراسي اللي هي بتبقى كده بتبقى لازم يجيب لك ترابيزة بقى على الارض وده شغل اضاءة وتركيب ديكور وبتاع فكل الناس مع شيلت. انا الوحيد اللي طلع برا والتانين مستخبيين من الكاميرا فيطلعوها وكأن انا صير وشوفوا مركبين له شيلت وكان نعم ايه من التريقة والتنمر والعنصرية اللي انتو معتدين عليها سواء مع عشي كبالة او مع اي حد بعض بعض منهم يعني لكن الحمد الله رب العالمين انا متمسكتش في حاجة اه خارجة ولا بعمل حاجة اه سوقية او بشتم وبتلفز او بقول كلام عالهوى لا يليق اها لا انا راجل الحمد الله بحترم نفسي والحمد الله رب العالمين وسعيد جدا بخلقة ربنا لي الحمد الله اه الحمد الله في شخصيتي وفي تفكيري وفي اخلاقي وفي وفي شكلي الخارجي والداخلي لكن الدور والباقي بقى على اللي طول الوقت يا فنمروا على الناس ويحاولوا يقللوا من خلق الله اه انتو بتتريعوا على خلقة ربنا بتتريعوا على ربنا سبحانه وتعالى اللي بيخلقني وبيخلقك وبيخلق اي حد وبسم الله ما شاء الله يعني تلاقيوا معظمكم بيتكلموا بالدين وبالتدين ويقعد ينصح غيره وحيب وإيه اللي بيحصل ده ودي مش اخلاقنا ودي مش المسل بتاعتنا ولازم تحترموا ايه ده كلام بقى وانتو اساسا عام روح غير نفسك الاول لوح علم نفسك الصح والغلق روح احترم نفسك خلي لسانك عفيف خليك عندك اخلاق انت ما بتحترم نفسك بتحترم قلتك بتحترم ابوك وامك 就عفش تتلفز ضد الاب والام انت يرضى حد يتلفز ضد امك او ابوك لقد اتبحهم حد يقدر يتكلم على امه انت لو انت تقدر consensus على روحا احد يتكلم على أمك او على ابوك او يتلفز ضدهم او يشتمهم يبقى من الاولى ان انت من ما تشتمشي غيرك ولا تتلفز على ام غيرك او اب غيرك او لا تتلفز باللسان او تتريع على خلق الله ده المفروض ده اللي احنا مفروض ده ما عدت خاني مع بعض في الكورة حفل انت كسبت من حقك غيرك يحفل والنهاردة انت بتحفل بكرة هتحفل عليك دي كورة وانا قلت مكسب اخسارة وفرقتين فرقتين قبر دي كانت كل حاجة عندي النهاردة الخروج على النص النهاردة بعض الصفحات المنتمية للنادي الاهلي منزل محمد شريف بعد ما احرز الهدف هو رايح لجمهور نادي الزمالك وبيطلع له لسانه ام علي معلول عمل ده وانا جبته لكم بارح يقول لك السوق كان بيحتفل بابنه انا جبتلكم بارح علي معلول وهو رايح لجمهور نادي الزمالك اللي وراء ابو جمل وهو عمل اللي هو بيعمله دوت كمان محمد الشريف وكمان الصفحات الاهلي مبسوطة يعني باللي عمله ده لكن هنا بقى اللي انا بسأله يا لجنة المسابقات فين يا جماعة هو احنا بنحتوي كمان الخروج عن النص في احتواء الخروج عن النص فين يا جماعة هو عبدالله جمع عبدالله جمع راح راح بس يشجع فرقته كهربا راح ضربه راح مقوف ثلاث ماتشات ليه يا عمه ومعماش حاجة لا ازاي روح يستفز الجمهور لكن هنا يا جماعة انتو مش شايفين ده راجل عمل بيغني في قط اللبس قطة مقفولة خد 12 ماتش 12 ماتش بعد كده بقى فيه اعلاميين برضو كانوا بيتباروا يا عيب الاخلاق عيب يا عبدالله ايه اللي انت بتعمله ده ده احنا بنلعب برا مصر صورة مصر قدام الناس هناك يحترموا القانون احنا اولاد بلد واحدة وبنلعب في الامارات عيب عليكم عيب ده اللي كان بيحصل وبيتباروا بقى يتباروا بقى في الاحترام والمسل والاخلاق والقيم ويتبار الصفحات المنتمية الناحة التانية اللي بقى لتدوس بقى على شكبالة ايه يعني ايه يعني ما اربعين الف واحد يشتموك بالام وبالكل حاجة وبالعنصرية ايه المشكلة يعني ما كل العيب تتشتم مش معنى ان انت تشتم تروح تتكلم مع الحكب يا عم تعلم من فلان يا ما تشتم ومؤتب برضو يا ما دوسنا عليه وشتمناه وعمره ما عمل حاجة لكن هنا دلوقتي بقى بتبين بقى الاخلاق بتبين بقى هل الناس بجد دي بتدور على الاخلاق ولا الاخلاق عندها على حسب الانتماء لا على حسب الانتماء والله ولا موضوع ولا اخلاق ولا له دعوة بالاخلاق خالص هو له دعوة بس ان انا عايز اخلص على لعيبة الزمالكة ولعيب بقى مش في دول لعيب مش في الصفحات المنتمية او لعيب في اللي بيصرف فيديو لا لعيب في اللي بيدير انا اما ادير كلنا لنا انتماءات كلنا زمالكوية واهلاوية ما عندناش مشكلة اللي بيدير لازم يتعامل بكل حسم وحزم مع اي لاعب زمالكاوي قبل الاهلاوي زمالكاوي قبل الاهلاوي لكن في ناس بتكبر دمخ خالص حاجات حصلت كتيرة والناس مقبرة دمخة ومش مركزة وطنش واحنا في وقت اجازة والمنتخب وعدي الليلة عدي الليلة لكن مع الزمالك الليلة ما بتعديش لكن من هنا ايضا من قناة نادي الزمالك عايز اقول محمد مجدي افشا لاي حاملنه خارص مخه فاضي لو واحد قال بخ يطلع على قناته على اليوتيوب او يطلع في البرنامج يقولك ده في واحد قال لي بخ يا عمي في ايه في حاجات تجهالها انت اعلاني المفروض ترتقي بنفسك يعني لو واحد شتنى مش هتطلع تقول ده في واحد شتنى تخليك عائل كده وراسي لو واحد مسلا شتنى في الكومنتار هنطلع اقول ده في واحد شتنى في الكومنتار وانا ده يدلع على تربيته ويدلع واقبل دماغي خليك عائل ما تبقاش هايف جاي في التفا وفي الهايفة وتتصدر ما هو يعني ايبا هادا معرّف للنقد يعني انت حطنك اربع خمس شتنى زي الطبطين اللي كانوا حطنهم ليك وللداتين وبتاع كان البتاع عاية وانتو قالت كده فبيراعوا اسركم عاية دي خلية ربنا عمي بتتكلمش على كده انا مش مع التنمر ولا مع حد يعيب على خلية ربنا انا مش مع الهايفة والتفاهة واحد قالك قاعد على شريف انت كده بتأكد الموضوع بتخلي الناس تتكلم عليك اكتر واكتر دي نقطة النقطة التانية بتتكلم علي محمد الشريف وعالم علون ياراج الدرماتش خمسان ليه اسبوع لسه جاي بتتكلم علي دلوقتي وجاي تقول علي دي ضرب الجزاء ومش دي ضرب الجزاء ده خمسان من اسبوع يخرب بيوتكم انتم مخوجهم فين عايز تضيع فرعة النادي الاهلي ان هو فعايز عليكم خمسة وبتقول ده فرق هدفين المهم ان انت ترزعت خمسة المهم ان انت اكسرت تلت نقر المهم ان انت هزمت هزيمة تاريخية من النادي الاهلي فخلت فطوطة عمره ما يهدم حرقانه ولا من الهيافة اللي في دماغه انتهى الفيديو بتاعنا ما تنساش عزيلي الاهلاو تدعمنا بلايك وشاهد الفيديو ولأول مرة تشوفني تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشهارات عشان نوصل لك كل جديد بينزل على قناة التقنية الاهلاوية على اليوتيوب فاشكركم مرة اوطين متقافة واشرة كان معكم اخوكم هاني الشراوي السلام عليكم